اكو بعض الارباح اللي تتحقق من المضاربات ما تسجل تسجل الارباح الحقيقية اللي تطلع نمرتين ثلاثة ماكو بالدولار بعملية التحويل هذه اللي تسجل اما قضية المضاربات تروح باسماء شخصية وهي اسماء شخصية عادة لفلان وعلان انا بالـ 2011 أستاذ كريم قلت وبالوثائق والادلة يعني احد الاشخاص قال انا عندي سجل ما الموته اجوا بعض المصارف اخذوا السجل وسووا فواتير باسماءه الفواتير بوقتها اخذنا عينة احنا بالـ 2011 تشكلت لجدة بوقتها برئاسة السيد العبادي سيد قصير سهيل سيد العبادي وشان احمد العلواني معاهم وساد عبد الباصط اللي صار بعدين محافظة البنك المركزي اخذنا عينة من الفواتير لقيتنا نسبة التزوير في هذه الفواتير 99% انا ماذا اقول 99% من تضخيب لا هي طلع الرقم 99 كلها مزورة طبعا كلها مزورة وقسم منها يعرفون حتى تعرفون نافذة العملة او مزاد العملة وين تروح وإلا شنو انا اشتري مثلا سيراميك اذا استخدمها دائما اقولها السكر اللي دخل للعراق يسوي نهر دجلة والفرات عسل السيراميك اللي صار يمكن يبلط زاقه للفاو مثلا اكو بعض المؤسسات يعني مجالس محافظات استوردت بيض 30 الف طن بيض وين شو سووي 30 الف طن بيض مجلس محافظة مثلا وهس تقول يا بنت ليش ما حجينا بالإعلام ودي زينا وثائق للقضاء وعرضنا ما عرضنا وشكلنا لجان تحقيقية لكن القضية اكبر البنك المركزي يقول لك والله انا مو ما سويليتي اروح ادقق وصغيرة وشبيرة انا شغلتي عندي نافذة بيع عملة تجيني فواتير صحة هذه الفواتير وتصاريح القمرقية والقمرق تتخل لهم دخل هذا مو شغل شغل حكومة زينا تروح للحكومة اقول لك والله انا البنك المركزي دي بيع انا ما اعرف شو انا تحكم به اليوم احد الاخوة المدراء العامي اليوم قل لي قل لي البنك المركزي خاطبني على ستمائة تصريحة قمرقية صحيحة لو مصحيحة قلت لقى ايوش لقيت قال ستمائة كلها مزورة عجيب طبعا لان اولا التصريحة القمرقية خلينا خافونا التصريحة القمرقية اللي جاي تجي اولا يتغير بها المنشأ يتغير بها النوع يتغير بها العدد يتغير بها البراند يعني هذه السمالتك ايباد لابتوب تدخل اغلفة سيارات تدخل مواد احتياطية مثلا ذهب يدخلوا قطن يعني فتشي ليش لانه من اللي يدي ينظر من يدي يسوي كشف اشخاص انت تدري اليوم حتى تروح تتعين من منفذ تدفع مدرج قد دفتر ياله تروح ليش اكو واحد يروح يتعين مثلا يجيك واحد من الانبار يقولك بيك توديني تنقنن البصرة يابا شو سوا بالبصرة تمنها للانبار والله تخدم البلد هناك تخدم البلد خدمه بالانبار ليش تخدمه بالبصرة لانه هناك يعرف مش قد يستفاد مش قد يحصل يعرف شنو الوضع اللي هناك يعني هاي وحدة اللي قات عليه الدكتورة السلام انه المنافذ ما مسيطرة عليها لانه احنا بس لو الارادات مالت المنافذ تكون بيد الدولة كان قدر تتحسن الكثير والدكتور يدري بالارادات والتقديرات معناتها معناتها تغريدة السيد من قال دققوا الفواتير شايتها صحيح الرد فعلا دققوا الفواتير هاي جل غرامات هاي اللي ترجع للدولة بالدولار الناس الناس صورت بس على سعر العمل لا السيد ما طرح سعر الديناء الآن افتحوا الملف كل كل الملف يريد الدولار